معك سيد ديمتري من موسكو لنتحدث عن التطورات الميدانية وزارة الدفاع الأوكرانية تشير إلى أن القوات الروسية تراجعت إلى 70 كيلو متراً عن العاصمة هل هناك أي معلومات عن أسباب هذا التراجع؟ يعني الواضح بأن هناك تغيير في استراتيجية روسية وهناك محاولات من وزارة الدفاع للتقدم في المناطق المختلفة نرى بأن وزارة الدفاع حتى ترفت منذ بداية العملية العسكرية بأن هناك مقاومة وبأن هناك استراتيجيات معينة إتباع الجيش الأوكراني وأيضا نعرف بأن حاليا المعركة تحولت من معركة قوات نظامية إلى حرب الشوارع نعرف بأن هناك القوات الأوكرانية وحتى وزارة الدفاع الروسية تتهم القوات الأوكرانية بأن تتواجد في المناطق السكانية وتختبئ في المناطق السكانية والواضح بأن الآن المعركة تتحول إلى معارك حرب الشوارع والواضح بأن حالياً توقع بأن هناك استراتيجية من القوات الروسية بتغيير استراتيجية واستمرار في العملية العسكرية لأنه الواضح بأن حتى الآن أوكرانيا لم تقبل الشروط الروسية وحتى الآن لم يتغير أي شيء والمفاوضات لم تعطي نتيجة معينة لوقف اطلاق النار حتى الآن والواضح بأن هناك استراتيجيات سوف يتبع القوات الروسية في الأيام القادمة وهناك تغيير في الاستراتيجية يعني شيجين بينغ الرئيس الصيني اليوم يقول ويقترح ضرورة إجراء حوار بين الولايات المتحدة الأمريكية والناتو من جهة وروسيا من جهة أخرى لحل جوهر هذه الأزمة الأوكرانية هل تعتقد أن هذا هو المخرج الحقيقي لهذه الحرب برأيك؟ نعم نعم أعتقد بأن هذا أحد المخرج لأنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زالينسكي لم يعود في يده الملف الملف في يد الولايات المتحدة الأمريكية والالتحار الأوروبي والناتو وحاليا هناك صراع بين روسيا والغرب والواضح بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زالينسكي لا يستطيع أن يقود المعركة أو يقود السياسة ويقود ما يحدث مع الطرف الروسي لأنه الواضح بأن الوساطة بين روسيا وأوكراني هي الحل الوحيد والحل الدبلوماسي والحل الأمثل في هذا الصراع بين الطرفين لأن الوساطة يمكن أن تساعد وأن تضغط على الطرفين لأن يقضوا على طاولة الحوار وأيضا الناتو يجب أيضا أن يتخذ موقفه تجاه روسيا لأننا نعرف بأن هناك تصحيدا من طرف الناتو باتجاه روسيا وهناك عقوبات وهناك محاولات أيضا للضغط الروسي منذ سنوات والواضح هذا ليس بجديد هذا بدأ منذ تماني سنوات عندما بدأ تغيرت الحكومة في أوكراني وبدأ الغرب أيضا أن يتخذ موقفه في الداخل الأوكراني وفي السياسة الداخلية الأوكرانية والواضح بأن حاليا هناك منافسة وحرب باردة بين روسيا والغرب وهذا الشيء يصعب في حل الوضع في أوكراني لأن الأطراف الثالثة والأطراف الخارجية تدخل في أشياء الأوكراني وتدخل في الموضوع والواضح بأن استمرار التدخل من الأطراف الثالث أيضا لن يساعد في حل الموضوع الحل الوحيد هو أن تكون هناك وساطة وأن تفرض الوساطة توقيع اتفاقية سلام بين الطرفين وإذا لم يتم برام اتفاقية سلام فسوف يستمر الحرب وسوف تشترك أطراف ثالثة في الصراع وإذا دعم الناتو لأوكرانيا بالسلاحة وبطريقة مباشرة في هذا الاستضام مباشر بين الناتو وروسيا ولا توقع بأن تريد هذا الشيء ولا تريد حربا عالمية تحدث في وسط أوروبا وفي قلب أوروبا والواضح بأن الحل الوحيد حاليا هو أن يكون هناك اتفاقية سلام أو محاولة للضغط على الطرف الاوكراني لكي يقبل جزء من الشروط الروسية الواضح بأن أحد الشروط ويعتراف بشبه جزيرة القرم ولكن حتى الآن الواضح بأن الاوكراني لا تريد الاعتراف بشبه جزيرة القرم أو بجمهوريتين دونسك والوغانسك سيد ديمتري إذا تحدثنا عن الموقف الصيني اليوم ينتقد توسع حلف الناتو شرقا ويطالب الحلف بتنفيذ التزاماته بعدم التوسع هذا في المقابل أيضا ينتقد العقوبات الغربية المفروضة على موسكو كيف تنظر روسيا لكل هذه المواقف الصينية برأيك؟ الواضح بأن روسيا الكريملين يرى بأن الصين حليف اقتصادي مهم في الأزمة الاقتصادية وهناك تحالف وهناك تعاون بين روسيا والصين وبوتين يحاول أن يعول على الصين في الأزمة الاقتصادية وأن تساعد الصين في حل جزء من الأزمة الاقتصادية الواضح بأن في السنوات القليلة الماضية الصين أو الحكومة الصينية كانت تقف بجانب روسيا في السياسات الخارجية ولكن نرى بأن الصين حتى الآن موقفها حيادة تجاه الملف الأوكراني هي تتقد الغرب في عقوباتها ولكن أيضا ترى في سياسات تريد أن يكون هناك سلام بين روسيا وأوكرانيا والواضح بأن الصين أيضا لديها علاقات جيدة مع الغرب تستفيد من الأسواق الغربية ولديها علاقات اقتصادية مهمة مع الدول الغربية ولكن أيضا لديها علاقات استراتيجية مع روسيا وهناك إتفاقية تم إبرامها قبل العملية العسكرية بأيام وهي التجارة المفتوحة أو السوق المفتوح بين روسيا والصين وهذا الشيء أيضا سوف يضغط على الصين لذلك الصين سوف تكون الدولة التي قد تساعد روسيا في حل جزء من الأزمة وأيضا ترى في الناتو بأن توسع الناتو يسبب مشاكل للأمن القومي الروسي ولروسيا بشكل عام والواضح بأن الصين تريد لكي لا تتوسع قرب الحدود الروسية لأن هذا الشيء يهدد حليفتها روسيا هل بالفعل يمكن لدولة مثل تركيا أو فرنسا أو ألمانيا القيام بدور الوساطة في المرحلة المقبلة وتكون دول محايدة بالفعل تستطيع أن تخترق جدار هذه الأزمة أعتقد نعم لأن هناك حديث عن تركيا وأيضا هناك حديث عن إسرائيل نعرف بأن تركيا كانت حيادية وهي لديها علاقات اقتصادية قوية مع روسيا وأيضا كانت لديها علاقات واتفاقيات مع أوكرانيا لذلك أتوقع بأن سياسة رئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكن أن تلعب في الملف الأوكراني وفي الصراع الأوكراني الروسي لأنه إذا رأينا حاليا المحاولات التركية لإيجاد حلا ولإيجاد نقاط مشتركة بين الأوكران والروس هذا كانت نقطة مهمة في المحاولات وأيضا رأينا الرئيس فرنسي مونين مكروح حاول أيضا أن يكون وسيطا ويضغط على الرئيس الروسي بلاديمير بولن ليقنعه لوقف العملية العسكرية والواضح بأن هناك نطراف كثيرة تحاول الآن أن تلعب وسيطا في حل الملف الأوكراني أو الصراع الأوكراني الروسي وأيضا كان هناك حديث عن الدور الإسرائيل الذي أيضا دور لأنه نعرف أن هناك جالية في روسيا وجالية في أوكرانيا ونعرف أن كان هناك محاولة ليكون هناك لقاء في القدس بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولكن حتى الآن لم نرى هذا اللقاء وإذا حدث هذا اللقاء بالفعل فتوقع بأن سوف يكون هناك تقدم في الحل وبرامة اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا ولكن حتى الآن كما قلت هناك مشكلة كبيرة وهي شبه جزيرة القرم ودونيسكو والوغانسك التي حتى الآن أوكراني لا تريد الاعتراف بهما فإذا أوكراني اعترفت بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا ودونيسكو والوغانسك جمهوريتين منفصلتين هذا الشيء سيكون نقطة مهمة في الحل السلمي للصراع وأيضا هناك موضوع عن حيادية أوكراني إذا أوكرانيا قبلت أن تكون دولة حيادية ليست تابعة للغرب وهذا الشيء جيد في الحل السلمي والحل الدبلوماسي للصراع لأنه نعرف بأن روسيا تريد أن تؤمن الكريملين أن يؤمن حدودها ويرى بأن أوكرانيا اندمامها للناتو ودعمها للغرب أو دعمها لتكون جزء من الغرب يعني يهدد الأمن القومي الروسي بحط وصف رئيس روسي فلاديمر Путين و هذا ما يريده الرئيس روسي فلاديمر Путين يريد أن تقبل أوكرانيا الشروط التي طلبت منها منذ البداية العملية العسكرية روسية في أوكرانيا